بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله سؤال جاءني عبر تعليقات اليوتيوب على أحد الفيديوهات ذكرت فيها الأديان وقال كيف تقول هناك أديان والإسلام لا يعترف إلا بدين واحد هو الإسلام لأن الله تعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام هنا أيها الأحبة أنا أحببت أن أوضح للأخ الكريم ولأحبة المشاهدين أن هناك أديان متعددة بنص القرآن العظيم قبل أن نذكر الآيات أيها الأحبة دعوني أقول لكم ما هو الدين أصلا معنى كلمة دين في اللغة العربية الدين هو القانون أساسا هذا المعنى الأساسي الدين هو القانون من أين جئنا بهذا المعنى أيها الأحبة سورة يوسف الله تعالى يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله يعني ما كان ليوسف أن يرسم هذه الخطة ويأخذ أخاه هكذا إلا ضمن خطة وضمن جريمة سرقة في دين الملك ما معنى في دين الملك أي في قانون الملك لأن القانون في ذلك الوقت كان الملك عادلا القانون الذي وضعه الملك لا يسمح أن تحتجز أي إنسان بدون ذنب أو بدون سبب فلابد أن يكون هناك جريمة مثل السرقة حتى يحق لك أن تحتجز هذا الإنسان هذا هو قانون الملك فرسم خطة سيدنا يوسف ليأخذ أخاه في دين الملك يعني في قانون الملك طيب أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون ما معنى أفغير دين الله يبغون يعني مثلا النجوم كيف تسلم وله أسلم من في السماوات والأرض الأرض كيف تسلم الكواكب كيف تسلم الشمس كيف تسلم الشمس تلتزم بدين الله أي بالقانون الذي فرضه الله على هذه الشمس فهي تشرق من الشرق وتغرب من الغرب وتعطينا الضوء والحرارة وتعطينا الأشعة وتلتزم بمسار محدد وتلتزم بقانون محدد هذا هو السجود الشمس وهذا هو التزامها بقانون الله أي بدين الله طيب ما معنى إن الدين عند الله الإسلام أي أن الله عز وجل اختار دينا أو هو الذي وضع هذا الدين سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أنزل القرآن وأنزل فيه هذه القوانين تحريم الخمر جزء من الإسلام من الدين تحريم الزنا جزء من هذا الدين تحريم الميسر والربا وإذاء الناس واتهام الناس بالباطل كل هذا جزء من الدين إذن الدين هو مجموعة قوانين بالنتيجة الصلاة هي قانون أخي الحبيب فرض الله عليك الصلاة ليحميك من الشر ليذهب عنك الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ليبقيك في حالة طهارة فرض عليك الزكاء ليزكي مالك ليطهر مالك ليجعلك سعيدا أكثر علماء جامعة هارفرد الآن ينصحون المكتئبين بالزكاء أو يسمونها بإنفاق شيء من المال على الفقراء لأنه يجلب لهم السعادة هذا قانون إسلامي قبل جامعة هارفرد أيها الأحبة التزامك بهذه القوانين هو التزامك بالدين وهو الإسلام هو الذي يمنحك السعادة يمنحك الرضا يزيح عنك الاكتئاب يزيح عنك هموم الحياة أخي الحبيب لذلك الدين الذي وضعه الله واختاره واصطفاه لنا هو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام لذلك قال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلن يقبل منه لماذا لن يقبل منه؟ لأن أي دين غير الإسلام هو دين يهديك إلى الشر إلى الدمار عندما ترتك بالفاحشة تصيبك الأمراض المنقولة جنسيا عندما تشرب الخمر تصاب بالأمراض والسرطان عندما وهكذا كلما خالفت القانون الذي وضعه الله تصاب بمشاكل تدمر جسدك تدمر مجتمعك تدمر من حولك طيب ما هو الدليل على وجود أكثر من دين يعني بالنسبة للملحد مجموعة القوانين التي يتبعها الملحد ماذا تسمى؟ تسمى دين كلغة عربية لذلك قال تعالى في سورة الكافرون في آخر آية منها لكم دينكم وليدين طيب هذا اعتراف من القرآن أن هناك ديانات أخرى ولكن أنا لا أتبع هذه الديانات أنا أعترف هناك ديانات بالفعل هناك باطل موجود يعني ننكر أن هناك شيطان مثلا هناك شيطان هناك باطل هناك ديانات باطلة ولكن اسمه دين اسمه قانون مجموعة قوانين يتبعها هؤلاء الملحدون أنا كمسلم أقول هناك أديان ولكن الدين الصحيح هو الإسلام ليس فقط لأنني قرأت هذا في القرآن أو أنني ورثت ذلك بالفطرة أو وجدت آباءنا هكذا يعملون فعمل لا أنا درست هذا علميا أيها الأحبة أنا درست الإسلام علميا علميا وبحيادية وجدت كالتالي كل ما حرمه الله فيه خير كل ما أحله الله فيه خير وكل ما حرمه الله فيه شر إذن القاعدة تقول كل ما حرمه الله فيه خير إذا التزمت به أقصد يعني أنا إذا التزمت بنواه الله عز وجل التي نهاني عنها شرب الخمر المخدرات كذا التدخين النظر إلى النساء مشاهدة الأفلام الإباحية كلها انتهيت عنها سوف أنعم بحياة هادئة مستقرة سعيدة آمنة مطمئنة أي شيء أمرني الله به لابد أن يكون فيه خير كل الأوامر التي وردت في القرآن وفي السنة المطهرة فيها خير وأنا أتحدى أن يخرج لي شخص أمر واحد ليس فيه خير أمرني الله به الزكاة الصيام فوائد الصيام الآن الغرب أحبتي في الله يعالج أمراض السرطان بالصيام البروفيسور لونجو في أمريكا تحدثنا عنه يعالج مرضى السرطان بالصيام الصيام أيها الأحبة يستخدم اليوم كعلاجه بخاصة الصيام المتقطع الشبيه بالصيام على الطريقة الإسلامية 16 ساعة تمتنى عن الطعام والشراب كل يوم وثماني ساعات تأكل بشكل طبيعي هذا الصيام يعالجون به أمراض الكيلة أمراض الكبد السكري ضغط الدم بعض مشاكل القلب السرطان طيب عندما أمرني الله بالصيام إذن هذا شيء جيد وأنت صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نهاني عن المحرمات الفواحش ليحفظني من الشر نهاني عن الظلم ليحفظني لأن الظالم لا يهنأ لا يكون سعيدا من يأكل أموال الآخرين لا يكون سعيدا انظروا إلى هؤلاء الظلمة حياتهم تعيسة كئيبة لذلك أحبتي في الله خلاصة هذا اللقاء هناك أديان متعددة من يعبد الشمس له دين ولكن باطل من يعبد القمر له دين ولكن باطل الملحد الذي يحل الخمر والزنا والفاحشة وكذا أيضا هذا له دين لكم دينكم وليا دين الله عز وجل اصطفى لنا هذا الدين ما معنى اصطفى؟ أي اختار هذا الدين لأنه الأفضل والأنقى والأصفى وبالتالي لا مشكلة إذا قلنا هناك أديان ولكن المهم لا تقول لهناك أو ليس المهم ماذا تتبع ليس المهم أن تعترف بوجود أديان هو لا تعترف بها المهم أنت ماذا تتبع هل تتبع الدين الحق أم تتبع شيء آخر هذا هو المهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر